مبينش لأنه هو كمان بيصحى مبلول وريحة وعشة وطبعا مامته وبابا ما بيقدروش يودوه بات مثلا مع حد أو رحلة يعني ساعات مثلا كان يجي لي ناس عندهم تمرين في مكان ما بيسافروا معسكرات في نادي أو بتاعه بيمنعون أنه هو يروح لأنه خايفين أنه هو يتكشف قدام في ناس بتقول حتى اللي عنده مشكلة وطول بعد أربع سنين ما الوقت هتروح لا قلت طب إيه النصائح اللي تنسحها هو طبعا في البداية مش هندي علاجات طبعا في سن أربع سنين طبعا ما نبتديش ندي علاج قبل خمس سنين لكن في النصائح الأولية كده من غير علاجات خالص أنه إحنا الطفل ده لازم أولا يتباول قبل ما ينام قبل ما ينام حاجة وبعد ما ينام فيه تعليمات وبعد ما ينام قبل ما ينام ما يشربش سوايل خالص قبلها بساعتين بساعتين مثلا حتى الحاجات المدرة للبول زي الفكهة فيه فكهة مدرة للبول يستفندي مدرة جدا البول والبرتقان والعنب والبطيخ أي حاجة فيها ماء فده نمنع خالص الحكاية دي قبلها بساعتين وبعد النوم بساعة لأن غالبا بيحصل امتلاء المثانة في خلال الساعة بعد النوم نحاول نصحيه ويكون مدرك في ناس بتشيل ولادها كده هم لا يمين تقعدهم على الطوالات أنا عايزة نمي عنده الإحساس بامتلاء المثانة بعد الساعة دي أو في خلال الساعة دي حيث أنه فيصحى ويبقى فيه آه يا إما هو يبقى أوير بالامتلاء المثانة يا إما هو هيحسها بس هيقدر يتجاوزها ويقدر ينام فده من التعليمات يبقى أنت صحيه إصحى يا حبيبي هندخل الطوالات وإنت اللي تمشي وأنا بقى آه ومرة في مرة في مرة في مرة يعني هيزيد عنده الإحساس تمام بامتلاء المثانة تمام دي النصائح دي النصائح لغاية سنة خمس سنين حتى لو كان بياخد علاج تمام يعني مع العلاج لازم برضو لازم تمام